السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة ايوا الاحباب الكرام موضوعنا لحلقة اليوم هو حفظ الله تعالى لعبده كيف ان الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده المؤمنين وننطلق من حديث نبوي شريف يعتبر كنزا من كنوز السنة المحمدية المطهرة وهو ما رواه حبر الامة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده اتجاهك واذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف هذا الحديث رواه الامام الترمدي وفي تتم جميلة مكملة رواها الامام احمد في المسند قال فيها احفظ الله تجده امامك وتعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطأك واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرع هذا الحديث النبوي الشريف يعتبر كنزا من كنوز السنة لان فيه توجيهات وتشريعات وارشادات مهمة للامة الخطاب كان موجها اولا لسيدنا عبدالله بن عباس يقول كنت خلف النبي الكريم سيدنا النبي كان من عادته اذا ركب في الدابة او على الدابة كان يركب معه حدى المقربين خصوصا ابناء عمه كان منهم عبدالله بن عباس هادا وكان علي بن ابي طالب فكان صلى الله عليه وسلم لا تفوته فرصة الا ويستغل الوضع ويعطي التوجيهات ويعطي الارشادات وهذا ما ينبغي ان يكون توجيه لبعض الاباء والامهات اذا كانوا على متن السيارة او الحافلة ومعهم الاولاد والبنات فرصة لكي نوجه بعض التوجيهات والارشادات مثلا سيدنا علي بن ابي طالب يحكي لما كان غلام قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة تسأله والمرأة حسناء فاخذ سيدنا علي تطلع الى وجهها والنبي الكريم يكف وجهه لكي يغض بصره لكن سيدنا علي كل مرة ينظر اليها مرة الاولى والتانية ففي التالتة قال له النبي الكريم غض بصرك فالنظر الاولى لك والتانية عليك ومن ذلك الوقت ظل سيدنا علي ابن ابي طالب كرم الله وجه يغض بصره الى ان لقي الله تعالى توجيه تلقاه من النبي الكريم وهو غلام كان له اكبر الاثر في نفسه كذلك ما وقع في حديثنا هذا مع عبد الله بن عباس الذي صار فيما بعد هو ترجمان القرآن ويلقب بحبر الامة لانه جمع علما غزيرا وربنا فقاه في الدين وعلمه التأويل سمع هذا الحديث وهو صبي وهو غلام فحفظه ووعاه ثم بلغه هذا الحديث جاء فيه يا غلام اني اعلمك كلمات سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بمعجزات باهرات ولكن اعظم المعجزات هي الكلمات انها كلمات ليست كالكلمات كلمات ربانية من نور الوحي فيها اشراق تحيي القلوب وترفع الهمم احفظ الله يحفظك هذا التوجيه النبي الكريم وجه لهذا الشاب ومن خلاله للشباب كان سيدنا النبي دائما يحب ان يخاطب الشباب لانهم عمدة الامة وهم رهان المستقبل فالشباب اذا كانوا صالحين واذا كانوا مستقرين نفسيا واذا كتلهم الرؤية واضحة ف لله الحمد على الوطن وعلى المجتمع اما اذا فقد الشباب الموصلة وتاهوا في ضروب الحياة فقل على الدنيا السلام فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم من منهجه انه كان يستغل الفرصة ليخاطب الشباب ويملأ قلوبهم بالايمان ويجعل عقيدتهم سليمة فماذا قال لهذا الغلام عبدالله ابن عباس قال له احفظ الله يحفظك هذه وصية مهمة للغاية ما معنى احفظ الله يحفظك معنى ان الله سبحانه وتعالى اذا حفظته هناك بالمقابل حفظ لله تعالى تجده اتجاهك لو اننا حفظنا من الدين كله فقط هذا التوجيه النبوي الشريف يكفينا فقط كل ما جاء في القرآن العظيم وكل ما جاء في السنة النبوية اذا اختزلناه في هذه الكلمات المحدودة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تكفينا ما معنى احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك هذا عهد بين الله تعالى وخلقه العبد المؤمن اذا حفظ الله في الدين وحفظ الله تعالى في الاوامر وطبق الشريعة وحرص على ان يكون في الطاعة ولا يجده في مكان المعصية عهد على الله انه يحفظك في الدنيا ويكرمك ويسعدك الناس يبحثون عن السعادة الناس يبحثون عن التأمين في شركة التأمين الناس يبحثون عن من يحميهم من من ال اصحاب القرار واصحاب السلط واصحاب الاموال اعظم تأمين واعظم حفظ انك تغد الطرف عن الخلق وتتجه الى الخالق وحده سبحانه وتعالى ربنا بدقنا في كتاب العزيز واوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم الذي يوفي بعهد الله يحفظ دين الله ربنا اخذ عهدنا نفسه انه سوف يوفي بالعهد بل اكتر من هذا قال واذكروني اذكركم اذا ذكرت الله تعالى يذكرك المولى وتسور ان الله تعالى يذكرك انت ايها العبد الضعيف الفقير المدنب الله رب العالمين مالك الملك يذكرك وانت تذكر في ملئين هو يذكرك في ملك خير منه انت تذكره في الارض وهو يذكرك في علياء السماء اذكروني اذكركم اعظم تأمين واعظم حفظ واعظم كرامة واعظم سعادة هي ان نحافظ على هذه الوصية يحفظ الله يحفظك حفظ الله تعالى لعبده يكون في الدين وفي الدنيا اما في الدنيا فعهد على الله تعالى ان يحفظك في صحتك لن تجد صعوبة ولا الم ولا تعب في جسمك الله تعالى هو الطبيب الله تعالى هو المعالج الله تعالى هو الشافي الله تعالى هو العافي ان حفظت الله تعالى اول ما يحفظك في الدنيا يحفظك في بدنك رغم ظروف صعبة ورغم المؤثرة السلبية تجد المؤمن بصحة وعافية جيدة ثم يحفظك الله تعالى في مالك المال فالناس كثيرا ما يشتكون من قلة البركة وقلة المال عهد على الله تعالى ان الذي حفظ الله سبحانه ربنا يكرمه ويرزقه من حيث لا يهتسب لا ينظر الى الاجرى الشهرية ولكن ينظر الى البركات التي تأتيه من الله سبحانه وتعالى يعطيه الله مع الاجرى يعطيه قناعة ورضى بالقليل ويعطيه كرمات من هنا وهناك فيفض عليه الخير يحفظك الله في مالك وهذا المال محفوظ لا يستطيع احد ان يسرقه ولا احد ان يختلسه وحتى اذا ما ضع لك جزء من المال سرعان ما يعوض لان الله تعالى تكفل بحفظ مالك حتى ولو سوفرت بعيدا وتركت اموالك وكان هناك خطر محدق حولها لا تخاف ولا تخشى ومن غير المال حتى المتاع عندك ذهب عندك ممتلكات عندك سيارة عندك بيت وكنت مسافر او كنت غائب لا تخشى احسن تأميم للتروة وللممتلكات وللصحة وهو حفظ الله سبحانه وتعالى ثم حفظ الله تعالى في الاهل والاولاد يحفظ الله اهلك ويحفظ الله اولادك انت غائب عن زوجتك وعن امك وابيك واخوتك انت غائب عن اولادك وبناتك وتقول لست ادري ما الذي وقع لهم لن يقع لهم الا الخير لانهم في حفظ الله وفي رعاية الله ربنا سبحانه وتعالى من رحمته انه قيد ملائكة من السماء بحفظ المؤمن وكل ما يمتلكه وكل من يقترن به المؤمن محفوظ وكل ما يملكه المؤمن ايضا محفوظ وكل من حوله ويقترن بالمؤمن محفوظ ومن الذي يقوم بهذا الحفظ هم ملائكة الرحمن ربنا سبحانه وتعالى يقول له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ما معنى معاقبات من بين يديه ومن خلفه يعني حراس وحراس للبدن وحراس للتروة وحراس للممتلكات لا تخاف المؤمن لا يحتاج الى حراس ولا يحتاج الى حذر لان الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه ويكفي المؤمن انه يواضب على الدعاء بالحفظ كما كان شأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم اني اسألك العفو والعافية في ديني ودنياي فهذا معنى احفظ الله يحفظك في دنياك اما ان يحفظك الله في دينك ما معناه حفظك في الدين ان الله سبحانه وتعالى لن يضيعك فاذا وقعت في فتن او وقعت في في ضلالات وكنت قريبا منها الله تعالى ينجيك كم من صالحين وقع في دائرة مغلقة وكان قريبا ان يتلبس بمعصية بشرب خمر او بفاحشة وارادوا به كيدا لكن الله تعالى يحفظه كما وقع لسيدنا يوسف عليه السلام سيدنا يوسف لما كان مع امرأة العزيزة زليخة وغلقت الابواب وقالت هيت لك اي تهيأت لك غلقت الابواب بشباب واحد بشبوعة من الابواب النوافد والدور والبيوت كل النوافد واحكمت اغلاقها وغلقت الابواب وقالت هيت لك تهيأت لك ها انا اليك خذني لكن سيدنا يوسف لانه كان حافظا لله تعالى ربنا حماه من الوقوع في الفحشة فبرأه الله سبحانه وتعالى كما قال كذلك لنسرف عنه السوء والفحشة انه من عبادنا المخلصين فالمؤمن اذا كان حافظا لله تعالى لا يخشى يمشي في الممشى يروح في المرح ابدا لن يمسه سوء لانه اهد على الله تعالى ان يحفظه وهذا الفوز العظيم ان الله تعالى يبقى حافظا لعبده المؤمن حتى يلقى الله وهكذا كان الصالحون ظلوا حياتهم كلها طاهرين وظلوا حياتهم كلها مستقيمين وفي نعمة عظيمة شاملة حتى لقوا الله تعالى فقط بهذه الوصية احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده اتجاهك والفوز بهذا النعيم انما يكون كما جاء في الحديث الاخر تعرف الى الله في الرخاء يعرفك الله في الشدة السبيل للوصول الى هذا المقام انك ينبغي ان تتعرف الى الله في الرخاء في وضعي مريحة عندك كل شيء ميسر كتقول جاء وقت الصلاة اقوم للصلاة اتوضأ واذهب مبكرا لكي اصلي لربي انا ما عندي حاجة انا كل شيء عندي كل اموري جيدة وكلها مستوية انا في رخاء وفي نعمة شاملة لا اقول انا لا انا لا اعبد الله هنا اعبد الله تعالى في الرخاء لان بعض الناس ماذا يفعلون اوقات الرخاء كيقول قل العمزين وكيمشي العاب ويرقص وانشط وتارك للصلاة وتارك للعبادة لكنه لما يقع في ورطة او يقع في الشدة اعاد كيقول يا ربي اغتني يا موغيث اغتني هذا لا يدخل في هذا السياق تعرف الى الله في الرخاء يعرفك الله في الشدة اثناء رخائك الوضعية سليمة مستقرة فكي كل عبد مواضب على الصلاة في وقتها مع الجماعة لا يهجر القرآن دائما يقرأه يؤدي فروض الله عليه من زكاة وصلة رحم ومعامل حسن مع الناس في الرخاء فاذا ما جاءت الشدة والناس يستغيثون انت ايها المؤمن لن تستغيث لان الله تعالى يسرع اليك ويحفظك سبحانه وتعالى ثم انتقل الحديث النبوي الشريف في وصية عبد الله بن عباس الى جانب اخر من جوانب العقيدة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اراد ان يبني العقيدة في قلب هذا الشاب هذا الغلام لان احسن ما نبني في ابنائنا وبناتنا هي العقيدة الناس كثيرا في عصرنا هذا يتهافتون على التعليم الخاص والتعليم المؤسسات يريدون ان يعلموا ابنائهم كل ما يفيدوا في الدنيا يعلمونهم اللغات الفرنسية والانجليزية ومنهم من حتى يعلم الصينية واليابانية لان لغة التجارة العالمية وهناك من يعلم ابنائه كل ما يتعلق بالمعلوميات ويتعلق بالتسيير والتدبير وهناك من يفكر بعيد كيف يجعل من ابنه ديبلوماسي حتى يكون في سلك الحكم ومنهم من يفكر ان يكون في الطيران في الفضاء وكل منهم يفكر كل هذا مطلوب وامر جميل لكن اهم من كل هذا هو ان تبني في ابنك وفي ابنتك العقيدة من العمق لانك اذا اعطيته كل شيء وكان فاقد العقيدة فليس له اي شيء اما اذا كتعده العقيدة قوية وسليمة حتى ولو فاته اي شيء فانه سوف يستدركه لان العقيدة هي رسل مال لهذا النبي الكريم بدأ يعلم ابن عباس فقال له واذا سألت فاسأل الله السؤال الناس كلهم يسألون الناس محتاجون توحد ما هو يا كامل مكمول لكن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجه قال لنا اذا سألت فاسأل الله اياك ان تسأل الخلق بعض الناس اذا وقع لهم طارئ او وضع صعب مباشر يحملون اورقهم ويدهبون عند الناس يستغيثون بهم انسان مريض عند هداء يحمل ملفه الطبي ويبحث عن من يساعده لعملية جراحية او للشراء ذواء انسان حكم عليه بالافراغ يحمل الملف القضائي ويدهب عند القاضي ويطلب منه المساعدة انسان عنده مشكل في الامن يذهب عند انسان له مركز في السلطة ويلتمس منه المساعدة هذا كل خطأ اذا وقع لك شيء معين ينبغي ان لا تدعو ولا تسأل اي مخلوق اولا اسأل الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى اذا سألته فانه سوف اما انه يرفع عنك البلاء مباشرة كم من مريض كان سقيم وعليل فسأل الله يا رب شافني وعافني ربنا لم يحوجه لا الى طبيب ولا الى صيدلي ولا الى راق شرعي ولا لأي مخلوق نام فلما استيقض وجد نفسه قد شوفي وعوفي بالتمام والكمال والله يدى رأيناه كثيرا هناك اونس عندهم امراض خطيرة وعوض ان يقول علي ان اتخذ التدابير طبية وابحث انخرض في الدعاء لله يا رب يا كريم ارحمني شافني يا عافني وتدلل بين يدي خالقه وذرف دموعا للعبودية لله فالشفاء الله تعالى في المنام الشفاء في المنام كم من انسان عنده قضية في المحكمة وكان ينتظر ما سوف ينتق به الحكم والقاضي والوكيل والتنفيذ فترك كل هذا وذهب الى الحق سبحانه وتعالى يستغيثه فما ان اصبح الصبح حتى اتى الله بفتح ونصر قريب ربنا سبحانه وتعالى يأتي في بمعجزات وكرمات لهذا في الحديث الدعاء هو العبادة حقيقة العبادة هي الدعاء بمدى نعرف ان هذا عابد وهذا غير عابد العابد من علاماته انه كثير الدعاء وغير العابد وكأنه مستغن عن خدمات الله انه لا يدعو الله تعالى انا مستغن انا عندي عقل وعندي تدبير واشعر بروح المواطنة ونظام المؤسسات وكل ما اريده عندي قدرات واستطيع ان احقق كل طلباتي بقدراتي الله تعالى غني عن العالمين ومن تمام انك اذا سألت فاسأل الله انك لا تطلب حوائجك الا من الحق عز وجل كان بعض الصالحينك قل لهم اياك ان تطلب مسائلك ممن اغلق دونك بابه واسدل حجابه ولكن اطلب من الذي بابه مفتوح الى يوم القيامة امرك ان تسأله ووعدك ان يجيبك اياك ان تسأل الناس الاخرين لان بابه مغلق اي واحد مشيتي عنده الان في المحكمة في الادارة في الوزارة في السفارة واحد من اهل الاحسان غالق دابه خصك طلب اتزاوج وتبوص الراس وتستغيث عاد ربما يفتح لك الباب عاد يسمحوا طلب ديالك عاد يقول لك ما في الامكان ويا ترى واذا قاموا بها مرة واحدة صعب جدا ان يقوموا بها ثانية وثانية ورابعة هكذا طبيعة الخلق لكن الخالق عز وجل بابه مفتوح الى يوم القيامة لا يغلق وعلى مدار الساعة بل الله تعالى هو يقول ادعوني استجب لكم واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعا فالسؤال لا ينبغي ان يكون الا لله هكذا رب النبي الكريم صحابته من الانصار والمهاجرين لاحظ بان الفقراء من الصحابة كانوا يظهرون كأنهم اغنياء قدقى الواحد منهم لا يملك الا جبته كيغسلها وكي نضف وكيلمسها وفيه الجوع في قلبه في بطنه لكنه شبعت في قلبه بالايمان لا يمد يده وربنا عز وجل امتدحهم في القرآن الكريم فقال للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة فيهم زهد وفيهم قناعة ورضا حتى اغناهم الله تعالى فيما بعد بالخيرات والبركات النبي الكريم كان يربي صحابته على الخلق انهم لا يمدون ايديهم للخلق وانما يمدون ايديهم للخالق حتى ان هناك رهط منهم كابي بكر الصديق وكابي ذر الغفاري وثوبان رضي الله عنهم اجمعين كان هؤلاء اخذوا اهد اخذ منهم النبي الكريم اهد انهم لا يطلبون الناس حتى ولو سقط الصوت الصوت اذا سقط من دبته لا يقول لك مد الصوت من فضلك وانما ينزل ويأخذ صوته كان لا يطلب اي شيء من الخلق الا من الخالق فاكرمهم الله تعالى اخر كرم وبعد ذلك بعض الناس يضلون السؤال وانواع واشكال كان هناك يطلب الناس اللي هما اصحاب النفوذ اصحاب المال اصحاب السلطة اصحاب التروة وهم احياء لكن هناك بعض العوام يطلبون من الاموات كالقى في بعض البوادي او في بعض القرى بل حتى في بعض المدن ونس عصريين وعندهم اعتقادات فاسدة فاذا ضاق به الامر يذهب الى قبر ويدهب الى ضريح ويدهب الى احد السادات يطلب منه المعودة يطلب منه اذا كان لم ينجب ويطلب منه انه يكرمه بالاولاد بالذرية يبشر بالحمل او اذا عنده قضية في المحكمة يقدم الشموع ويقدم الدبائح لعل هذا السيد الميت ببركته ينصر هذا المظلوم وغير ذلك كثير فهذا لا يسمى استعانة هذا يسمى الشرك والعياد بالله الذي يستعين بالاموات ويستعين بالاضرحة ويستعين بغير الله تعالى فهذا يسمى الشرك في العقيدة الى ان قال وان استعنت فاستعين بالله اذا اردت ان تطلب العون اياك ان تطلب العون من الخلق اطلبه من الخالق وخصا اذا كنت مظلوم بعض الناس كيكون مظلوم كيكون محجور كيكون ما عنده جهد ما عنده كتف فيستعين بأعباد الأقوياء ينصرونه ربي قال لك لا استعن بالخالق ربنا يقول ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو اكتر الناس تعرض للبلاء وتعرض للفقر وتعرض للأذى ومع ذلك لم يكن يطلب من احد المعونة كان يطلب فقط من الله تعالى كان يقول اللهم اعني ولا تعين علي اللهم اعني ولا تعين علي وكان يعلم الصحابة ان يقول في دعائهم اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يطلب المعونة دوما من الله حتى من عنده فتور في الصلاة وفي الذكر وفي العمل الصالح يطلب العون من الله يا ربي اني اريد ان اصلي الفجر مع الجماعة لكنني لا استطيع واشعر بضعف في نفسي يا ربي اعني على وقوني على ان اقوم في صلاة الليل وان احضر الى المسجد مع الجماعة رغم البرد ورغم بعد المسجد عن البيت اطلب العون من الله ربنا يعطيك هناك بعض الناس مثلا عنده مال لكنه بخيل لا يريد ان يؤدي الزكاة ولا يريد ان يعطي الناس واذا اعطى درغما يشعر بحزن عميق ويشعر بتدمر واستياء ماذا اصاب هذا عنده مرض نفسي عنده حب جم للمال كيف يتخلص منه بدعاء الله اللهم اعني على اخراج زكاة مالي اللهم اعني على ان انفق من مالي وعلى قلب طيب وخاطر متسع لان هناك من يعطي فيشعر ضيق في صدره ويشعر بحزن لا يحب ان يعطي هذا مريض العلاج يدعو الله تعالى ان يخلصه من هذه العقدة فاذا قام العبد بمثل هذه الامور فانه استعين بالله تعالى تتقوى شخصيته نتحدث عن ما يسمى بجهاز المناعة جهاز المناعة النفسي جهاز المناعة النفسي لا يكون بالادوية ولا حتى عند بعض الخبراء والاطباء في عيادتهم انما يكون بان تستوعب هذه المعاني الايمانية ربانية فتصبح قويا عندك خلق التوكل على الله وخلق الاستعانة بالله وخلق خلق انك الطمع في الله وحده دون غيره بعد هذا اذا اصبك مكروه لا قدر الله فانك لا تخاف لانما دقل في ختاب الحديث واعلم انه لو اجتمع الامة كلها على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمع لا ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك انتهى لا احد يستطيع ان ينفعك ولا ان يضرك تعتقد بان كل شيء بقدر الله هل يستطيع احد ان يضرك اذا كان مكتوب انه لن يضرك عند الله مكتوب في السجل فلن يضرك إذا تزوجت وكنت غير راض على زواجك زواجك ربنا كتبه ارضى به وارضى بالمقصوم وبالنصيب إذا كان عملك لا يسرك ربنا أعطاك هذا العمل ارضى فتعتقد بأن هناك قدر هو الذي جعلك في هذا المصار ارضى وإذا أردت أن تغير غير بمنطق وبوعي لكنك لن تصب بالإحباط ولا تقول لو كان كذا ما كان كذا فربنا عز وجل يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير هذه العقيدة التي أراد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يغرسها في ابن عمه عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة الذي كان غلام إنما يقصد بغاء أن يربي الأمة جماعة يربينا كلنا لذلك الخطاب رغم أنه موجه لشخص هو عبد الله بن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات هو موجه لكل الأمة وهذه العقيدة ليست غريبة هي العقيدة التي ركزها الله تعالى في قلوب الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين عبر التاريخ سيدنا ننوع escuch سيدنا يوسف سيدنا يوسف ربنا حكاهنا في القرآن العظيم لكي يعلمنا بأن من تشرب هذه العقيدة فإنه يعيش في الدنيا مستقرا حتى يلقى الله الحياة فانية وهي قصيرة لكن من بشره الله بالخير فليبشر بحسن الخاتمة يبقى على العهد وعلى الطاعة وعلى اليقين حتى يلقى الله أي نعم الحياة فيها مصاعب الحياة فيها فتن الحياة فيها كروب ولا أقول لكم أيها الأحباب الكرام بأنها سوف تنتهي لن تنتهي لأن طبيعة الحياة هكذا ستبقى مستمرة إلى أن تلقى الله عليك أن تنجح في الاختبار وتتجاوز هذه العقبات وتتغلب على هذه الفتن بما تتغلب عليها هل تتغلب عليها بالسلطة والجاه وبطلب المعونة من الآخرين لا تستعين عليها بالتوكل على الله والاستعانة بالله والدعاء لله وحفظ الله وإن حفظته يحفظك فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم معلم البشرية سيدنا النبي كان يعلم البشرية ونحن السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجريعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله